بسم الله الرحمن الرحيم موقع الراسخون في العلم يقدم وقد ورد أن رجلا من اليمن قدم على الصديق رضي الله عنه أيام خلافته مقطوع اليد اليمنى فسأله الصديق عنها قال ظلمني واليك في اليمن ظلمني عاملك واليك في اليمن فأقام أياما عند الصديق رضي الله عنه أياما زوجته أسماء بنت عميس ثم إن الصديق رضي الله عنه إذا جاء الليل يجد هذا الرجل يصلي فيندم على ما كان من الوالي أن قطع يده وينظر إليه ويقول ما ليلك بليل سارق ما ليلك بليل سارق يعني إذا كان في الليل يقوم يصلي فليس هذا شأن الصراء ثم إن أسماء رضي الله عنها فقدت عقدا من ذهب كان لها فما زالوا يبحثون عنه وهذا الرجل يبحث معهم ويدعو على من سرقه ويقول اللهم عليك بمن بيت على أهل هذا البيت الصالح اللهم عليك بمن بيت وآذى أهل هذا البيت الصالح يقصد بيت أبي بكر يقصد من سرق ثم إنهم وجدوا العقد عند صائغ في المدينة فما زالوا به من أين له بهذا العقد فقال لهم إنه جاء لي به رجل باعه لي رجل من صفته كيت وكيت فإذا هو نفس الرجل فما زالوا به فاعترف فكان يروى أن الصديق رضي الله عنه يقول ما بي إلا دعوته على نفسه يعني كان يبحث معنا ويقول اللهم عليك بمن بيت أهل هذا البيت الصالح وهو يدعو على نفسه وفي هذا دليل وقرينا على أن الإنسان أحيانا صحيح أنه معذور أن يأخذ بالظاهر يأخذ بالقراء لأن ليس لنا إلا ما بدلنا من الناس لكن العاقل يحتاط وقد قيل لمعاوية ما بلغ من عقلك قال لم أثق بأحد قط قيل لمعاوية ما بلغ من عقلك قال لم أثق بأحد قط التغراء يقول فإن أردت نجاحا أو بلغمنا فاكتم أمورك عن حاف ومنتعلي فإنما رجل الدنيا وواحدها من لا يعول في الدنيا على رجلي فإنما رجل الدنيا وواحدها من لا يعول في الدنيا على رجلي